مبارح وزارة التربية والتعليم أعلنت عن موعد فتح باب تقديم لمرحلة رياض أطفال المدارس الرسمية والرسمية لغات للعام الدراسي المقبل 20-24-2025 وانا هتكون يوم 1 يونيو اللي جاي رياض الأطفال طبعا هي المرحلة الأولى في التعليم اللي بتتشكل فيها قدرات الطفل ومهاراته وده يخلينا نتكلم عن موصفات المدرسة اللي لازم نقدم فيها لأولادنا إيه المعيار الأساسي في المدرسة اللي أقدر أدخل فيه طفلي إيه اللي لازم أسأل عنه في المدرسة قبل مقدم لطفلي فيها أسألة كتير جدا هنجاوب عليها النهار ده مع ضفتنا في الستوديو أستاذة هيبا صلاح الدين الخبيرة التربوية صباح الخير عليكم نورنا في الصباح الخير يوم صباح الخير هنبتدي خلاص مرحلة رياض الأطفال وتبتدي بقى الخلافات في البيت ده عشان لا أنا عايزة أدخل الولد هنا أو عايزة أدخل بنت هنا والبيقولون دي أحسن وبيقولون دي أقوى وهتبتدي بقى سلسلة كبيرة من الجدال خلينا في البداية نعرف منك إيه هي المعيار الأساسية اللي لازم تكون متوفرة في المدرسة اللي هقدم لأولاد فيها خليني أفجأك شوية وأجاوب بالمقلوب المعيار الأساسية في البيت مش في المدرسة صح أوكي يعني إحنا طبيعتنا في مصر إن إحنا بنفكر على طول نجيب بس كواليتي أو بأبر نجيب سقف كل حاجة وبالنسبة للأمهات الحكم بيبقى الناس رأيها إيه آخر حاجة مبص عليها نفسية الطفل فيهم يعني أنا ابني شاكل ويه ابني سيمات ويه البيت شاكل ويه عشان نختار بيئة من مدرس تكون مطابقة لمواصفات البيت فبنقل بالموضوع شوية ونقل بخلي الموضوع على الأم شوية لازم تعمل حاجة لكستادي بقى أولا أنا بيت أنا ميل البيت عندي ميل تربوي ديني ولا تربوي متوسط ولا أنا بيت مفتح وعايز مجتمع مفتح ده أول سؤال هسأله تاني حاجة هسألها ابني إنسان حركي بيتحرك كتير بيعطش مكانه فأنا هعوز مثلا حتة تانية خلص مش هعوز ناشنال سيستم مثلا هخش على أمريكا مثلا مش هخش على البريطاني طبعا إنه أكتر ريتن ولا أنا إبني حد بيحب يقرأ وبيععد لوحد ويمسك كتاب أو بيحب الألم أو بيحب حاجات معينة فأنا هختار له حاجة متبقى للمواصفات النفسية اللي تلائم هو هيعيش فين ليه بني أعمل كده ليه المقلوب ده ليه دلوقتي السايكولوجي بيحكم التعليم لأنه ده الأساسي دلوقتي إن أنا عايزة طفل سوي نفسيا ما يخشش مدرسة يلاقي نفسه أنا وديته وبعدين أنا كأم طول النهار بتخينيق مع المدرسة حارك بتخيني مع المدرسة عشان حارك مثلا إنسان متدين جدا وراحت وحطيته في بيئة مفتحة جدا فطول النهار بتدور على الحاجة بتقول ده غلط طبعا أنت حطه في بيئة حضرتك بتقول غلط في البيت والمدرسة بتقول أنا مختارتش اللي يناسبني يس فأول سؤال أول حاجة حارك بتختار البيئة المؤمة لابنك حارك عايز عنه اتجاه وبعدين بتبدأ تتوجه تاني حاجة بالبرنامج التعليمي اللي يناسب سمات شخصية ابنك عشان حارك تكون أوكاية وحضرتك كأم ما تعيشيش صراع نفسي مع ابنك طول الوقت صريخ وصويته البيت طبعا حارك عارفة بيت المصري هادي جدا فحش هازين كده والأسف يعني المعيار اللي دايما بيبقى في الحسبان هو المعيار المادي قبل أي حاجة كل الماديات لها يعني قصد كمان أن الأسر بتبقى عايزة حريصة أنها تدخل أولادها مدرسة بتحسبها أنها أفضل يمكن بالمعيار المادي ما بتدرسش المدرسة فعلا بتعتمد أي نظام تعليمي البيئة نفسها بيئة الدراسة ازاي بتكون عاملة في المدرسة ده حقيقي المعيار المادي بيحكم بس هو بيحكم بشكل شوية معتمد على الورد في معصو يعني دعنا نقول الكلام حضرتك قلتلي فأنا قلتلها فهم قالوا لي فإحنا قلنا إنما ما بخشش عارف أنا المدرسة فكرة هي عاملة ازاي مثلا نحن ندفع كتير يبني عايزة كتير يعني عايزة كسول كونسلر كويس حدا بيتعمل بعض الصحة النفسية بتاع الطفل عايزة المنهج الأكاديمي يكون قوي عايزة دائما سعنده دفع كتير الدفع كتير في حكتين في ثلاث حاجات في آي بي وفي أماركين وفي بريتش التلاتة ليهم طفل لازم تختاري له المدرسة على اللي يتوافق مع نفسيته عشان ما تضغطيش عليه أنظمة التعليمية برضو كل مدرسة مختلفة بيئة كل مدرسة مختلفة تماما تماما عند دخلتي بريتانيا احنا بنتكلم تماما في نوعات طول النهار بيزاكر احنا مش هنهضر احنا بيبرورك للصبح كمدرس وكطالب اللي اتنين باي باي اللي اتنين اتي في مرحلة عمرية تشتغلي بس أماركين طبعا دمج بقوة مع التعليم وكمان فرص كتير جدا لو راحت مش هتروح عليكي دايما عندك ترايلز فيهو عندك دايما second option فالباب ما بتقفلش احنا موجودين مع بعض طيب بتقولي مراعاة حالة الطفل النفسية او طفل هيلاقي نفسه فين هو كده كده الطفل وانحنا بندخله مرحلة رياضة الاطفال كده كده اصلا نفسيته ما بقاش احسن حاجة لانه خارج من بيت مع عيش مع مباب وده الغاب بقى ان في مرحلة وقات كده مقابل الدراسة مقابل رياضة الاطفال ام اه دي ضرورية برده اه ياخد سنة استعداد في البيت دي ولا في مكان بره برده افضل بره البيت ام يعني انا افضل انه ياخد بري كي في حضانة ويتكون بتشتغل بتوافق اكاديمي شوية نخرج من عشان يبقى جاهز نفسه على الخروج من البيت على انه يشوف ناس تانية غير اللي موجودين في البيت في الزفت دي لهاي من سنة كان بقى احنا بندق من اثنين ونص اثنين ونص بديق حركة طفل اه يعني 2.6 كده 2.5 بنبدأ نحرك الطفل عشان البيئة الاجتماعيات حواليه متبقاش منغيقة في بابا وماما او بابا وماما يعني هو ما بسمعش على يشوف او العيلة فما بيبقاش بيسوشيلايز وبعدين بتقليلي البانيك اتاك اللي بيحصل اول يوم حضانة اول يوم دخول رياض الاخر فالهي البيت اللي هو صغير من اثنين اثنين ونص دي دي ممكن شوية تقلل من حضوصك كتير احنا بنعرف في المدرسة داخل لنا ده داخل من البيت على طول علينا ولا هو عد على مرحلة وجهز وبيقى فيه توكل عسوزان يعني انا كل اهتمامي في الحياة بنفسية الطفل فبقولهم لابوسول عاية كتير احنا في الفصل ده احنا كويسين وداخلين عارفين رحين فين انا الفصل لكن غلط ان انا افضل بقى انقل ابني من مكان لمكان في المرحلة دي يعني هو دخل وعيط في المكان ده وقعد اسبوعين ثلاثة فيه نس الموضوع بيبقى يعني وخزان احزان طفل كده بس بيحب الاحزان من جواه فعيط يعني كتير بس غلط بقى من الاب والام ان هما ينقلوه مدرسة تانية يروحوا لقى عشان يشوفوا مش صح يفضل مكمل طبعا المفضل ان احنا نذكر كويس قبل اي حاجة عشان نفضل كتير يعني احنا مشكلتنا ان احنا بناخد قرارات بتعتمد على حاجات هواقية محتاجين صبر شوي كتير مش شوي كمان لان احنا الامهات بقت بتحرك اولادها اباندر ريكوست يعني حسب انا عايزة ايه مش هم عايزين ايه يعني اخر حاجة لما بتجيل ولية امر وهي عصبية او يقول لها اهم وانتي سألتيه وعايزة ما هو سيئ هو هيفهم اسأل مين هو عايزة الطفل اللي هو كم سنة اللي هو من اول ما يبدأ يتكلم ما هيبقى عام من اول ما يبدأ يقولي اختيار في الحياة من اول اللبس بتحطيه كده يهانج اوب يشد اللي يشده تخديه عشان يعلم التعليم ياخد قرارك يشاركك في القرار يبقى فيه حوار تبقى اصلا بتعرفي هو عايز ايه هو ايه يعني ما بي وساعات بقى كمان التعبير بيوصل لمراحل لو الامة كمان بتسمع وتتوافق لازم تتوافق لمرحلة معينة لان فيه طفل بقى اللي هو قال عليه خزبان احزان ممكن يعبر ذات يعني هو طفل اصلا مثلا هيطلع ممثل فمنه هو بيبي وعنده اه بس الكنيات الشخصية دي مش بتتغير لا لا احنا اخرنا في التربية بيجد خمس سنين لا يزرع هقول لك يعني بعد خمس سنين بعد خمس سنين تربيت ليه بقى خمس سنين انا بزرع البذور الاساسية للشخصية اللي هتجيبك مش كله حد 12-13 سنة نو نو ده بقى اسمه خفضه سن لا ما خفضهوش بتاخد خبرات اجتماعية وحضرتك بقى بتسيب بقى كأب طبعا انك مشغول وام تقريبا مركزة برضو مع بابا فاحنا عندنا مشاكل فسايبينه بقى فما منرجعش من البيت نتكلم معي هو بيرجع بخبرات الخبرات دي اما تبقى في سيماته الشخصية اما ان حضرتك كأب أو كأم تعوده بقى كل يوم تقوله حصل النهار ده وتبدأ تقوله استحه الغلط في ده فكده منتكلم برضو على البيئة الاجتماعية اللي حضرتك اخترتها من الأول هتعود يعيشها معها ده بقى ده استكمال تربوي بقى ان حضرتك الطفل بيبدأ ياخد خبرات وبيمريسها معاك وحضرتك بتصحل الممارسات دي طيب في بعض أولياء الأمور بيكون عندها استسهال أو بتستهين شوية بمرحلة رياض الأطفال هيقوله انها مش مهمة يعني وهيستفيد ايه والطفل يعني مخوا هيستوعب ايه في المرحلة دي احنا هنقدر نعمله في البيت هل ده صح أو غلط غلط ده هم أول مراحل غلط ده هو حتى البيبي بورن لغاية تسع شهور له بروتوكول لازم تتعامل معاك المنطقة الحسية اللي هي بنسميها اليموشن الانتنجنس اللي هي الزكاءات العطفية كلها بتتكون هنا هو بنا قدم عطفي قوي بتزودي بنا قدم مش عطفي خلص الحمد لله ويبقى فيه ضحايا كتير في حياته وحضرتك برضو زودتي تكويني النرجسي الكامل بيكون في الخمس سنين الأولين الشخص النرجسي اللي ماشي بتسميته توكسيك ده الوقت في الموضل هم اللي يسموه أنا نرجسي معاك عايزي نرجسي ده أصل مصيبة في كل حتة بنروح لان هو بيقعد مستنين نشوف الشخص الجفر ويأبيوز كل ده في أول خمس سنين كل ده في أول خمس سنين وعشان كده حتلاقي دلوقتي إن معظم الناس الحكاية بقت كتير يقولك وإيه اللي حصل أه اللي حصل حضرتكم مش بتربو طب هل قرب المدرسة ممكن يكون عامل مثلا قرب المدرسة ده في حالة المسافات البيض أنا بختار لبني مدرسة رائبة من البيت بس ممكن ما يكونش في حاجة مطابقة لمواصفات دي وريبة من بيت يعني فيه ناس بتخاف من التركب بس فيه ناس بتخاف أن أول أبو الأم مش بزي قوي ينزلوا بدري في عزين فإذا كده حرك برضو بتخطرها مطابقة لمواصفاتك مش مواصفاتك أو تضيع الوقت حتى يعني هو برضو تضيع الوقت هو رايح وهو راجع كل ده وقت بس هو مجهود كمان برضو مجهود بس طفل بينام في العربية فهو مش مجهود فضيع فعشكده هو برضو تفكيري بالكبار مش للصغيرين أنا عم باجي أفكر بفكر في الصغيرين لو إذا فيه واحدة في البيت ومناسبة طبعا تتحط من تمام يعني إحنا عندنا أربعة وإحنا في حتة محيطة فيها كمية وزيح في كزا قدام حضرتك يبقى حركة حسب الأولويات فقط الأولويات لكن مفيش وحضرتك هتستسهل ده عشان القرب لا بلاش طيب خلينا برضو نبص الجانب آخر وفي ناس ممكن تكون بالنسبة لهم ده عبق مادية زيادة إن كان أو حتى أنهما رياض الأطفال إزاي يقدروا يؤهلوا أطفالهم للمدرسة حسب حسب إمكانياتهم الموجودة حيفتح له حاجات علمية جوة البيت لو بنتكلم على الإنجليش وإن أربيك مثلا هيشتغل قراءية يشغل حاجات فيها صوتيات باللغة العربية تعمل له كده يبدأ يشوف الحروف في الحاجات دي كلها وفي الإنجليش تسفونيكس وحيجي في منطقة الألعاب كل ما ينزل يختار له لعبة حتى لو هيعمل له لعبة نتكلم أنا بكلم على المعامل يون واللي معا جنيه المعامل يون من فضلك روحه بمكتوب العمر العقلي والعمر الزهني ومكتوب كل حاجة قراءة بس الكتالوج وهات الهدية من فضلك تقعب شوية قبل ما تجيب الهدية جيبها علمية شوية بالنسبة للي عايزين حاجة موقفية اقتصاد وكده ألعاب كتير بالورق وألعاب كتير حضرتك في النهاية الأولية الأمور إزاي يختاروا مدارس الأولاد طيب أنا أول حاجة أختار المدرسة المطابقة للمواصفات المادية للبيت إن أنا إيه اللفل اللي أنا هختاره وبعدين أبدأ أفرغ الأسماء دي وبعد ما فرغ الأسماء دي أشوف إلا هيطابق مواصفات ابني وبعد كده أشوف قرب المسافة من البيت أو بعدها ده كده بالنسبة للاختيارات اللي أنا هبص عليها قبل ما اختار وبالنسبة للي عنده options أكتر في حكاية إيه اللي هختار أن هي مدرسة بأن هي سيمات بريطانيا بيكي كده أتمنى أنه يبص شوية للـ active learning بتاع ابنه ابنه بيشتغل إزاي قدرات ابنه قدراته طبعا نحن نشكر حضرتك شكرا جزيلا لأستاذة هيبة صلاح الدين الخبيرة التربوية ونصيح مهمة جدا وفي الأول في الآخر مهم أن احنا نبقى متابعين ومركزين وعندنا قدرات ملاحظة في سيمات أولادنا فعلا وقدراتهم عشان ما يبقاش بنحط عليهم عبء زيادة الموضوع مش بس أن أنا عايزة يكون في بيئة أحسن أو في مجتمع أحسن وعايزة أن أنا يبقى في وسط مجتمع معين بشكل معين لا المهم أن ابني يكون مرتاح نفسيا أو بنتي تكون مرتاحة نفسيا بيته عشان ما يبقاش فيه لخبطة عند الطفل نفسه ما يبقاش فاهم إيه الصح وإيه غلط ويبتدي توف في النص على أي حال طبعا منشكر حضراتك مرة تانية شكرا جزيلا